اشتركوا في القناة انتم واحبابكم ومن حولكم طبعا ما حبيت انه انا اسجللكوا التوقعات بالصوت بدون ما ابين واطرح عليكم السلام وامس عليكم وحبيت انه بداية الفيديو تكون هي المقدمة لحركة الكواكب لهذا الشهر انه احكيها فيديو وباقي التوقعات او تكملت التوقعات تكون صوت ع اساس اني وعدت انه في توقعاتنا الشهرية رح اكون بتسجيل فيديو ولكن الظروف شوي تمنع وقدر الامكان لازم اكون بينكم طبعا بالنسبة الى توقعات شهر اثنين هي توقعات رح تكون مقصوم لقسمين طبعا بتعتمد على كوكب الشمس كوكب الشمس معروف انه هو موجود في برج الدلو من عشرين واحد ورح يستمر تواجده في نفس البرج لغاية 19 اثنين بس بالنسبة الى الكواكب الثانية رح تتنقل في منها رح يتنقل بداية الشهر وفي منها رح يتنقل في وسط الشهر في منها رح يتنقل في اواخر الشهر في حركات فلكية رح تكون للكواكب نبدأ في البداية مع كوكب عطارد لانه هو تقريبا الاسرع بين الكواكب بالتحرك طبعا كوكب عطارد زي ما انتم بتتابعوا في التوقعات اليومية انه موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية 3 اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحوت ولكن اللي رح يصير الشهر هاد هو في عملية التراجع عملية التراجع هاي رح تبدأ يوم 17 اثنين رح يتكون في نفس الحوت رح تستمر عملية التراجع لغاية 10 اثنين بكون تراجع ورجع لبرج الدلو مرة ثانية بس برجع بطريقة عكسية طيب في ناس رح تسأل دول طيب هو الكوكب اللي ماشي هاد برجع يعني فيه كوكب هيك وبرجع لورا ولا ايش هو المقصود في انه كوكب برجع او بتراجع هو المقصود انه هو بصل لمدار يعني بصل في المدار في الدورة تبعته لمنطقة بصير بطيء فيها بالحركة فهاي المنطقة اللي بصير هو بطيء فيها بالحركة بتصير الكواكب الثاني اللي موجودة بتمر من جنبه بشكل اسرع فلو تخيلنا انه هذا بيمشي هيك هذا بيمشي اسرع منه فبصير بتبين للكوكب الاسرع منه انه هو بتراجع بمعنى اخر سيارة ماشي على طريق لما تمر سيارة من جنبها اسرع منها مش بتبين السيارة اللي على جنبك هاي انها بترجع لورا هاي هي مقصودة عملية التراجع طيب ايش تأثير عملية التراجع خصوصا على عطارد لانه عطارد هو اللي بتراجع ثلاث مرات في السنة وهذا اول تراجع لاله عطارد كوكب الاتصالات كوكب المواصلات كوكب السيارات كوكب التنقلات كوكب التواصل كوكب الامتحانات كوكب البديهة كوكب العقل كوكب الابتكار كوكب الفكر طيب لما بتراجع شو يعني معناته شغلة سلبية على كل هدول اللي احنا حكيناه طيب معناته اللي منحذر منه انه في فترة التراجع هاي بصير في تشويش تفكيرنا مش منتظم مش معتدل فيش تركيز بعديها بصير في عنا نوع من انواع الاخطاء الفكرية بصير خربطة على مستوى العملة على مستوى الاسعار العملة على مستوى البورصة على مستوى الاقتصاد تحديدا يعني فجأة بتلاقي ارتفع فجأة بتلاقي العملة نزلت فما بيكون في ثبات عشان هيك منحكي للناس اللي تشتغل في العملة او في البورصة او في الاسهم بالفترة هاي بدهم يكونوا حذرين جدا لانه ممكن توقعاتهم ما تصيب معهم ويكون خسارتهم بشكل مفاجئ فبدهم يكونوا منتبهين طيب علينا احنا شو بتأثر علينا كبشر تأثيرها علينا كبشر انه احنا بصير ما فيش عنا تركيز بصير عنا في تهور في القيادة بتكثر الحوادث بتكثر الاعطال في السيارات بصير خراب في الاجهزة الالكترونية واعطال في الاجهزة الالكترونية في الكمبيوترات في اجهزة المواصلات في اجهزة الاتصالات فهاي الفترة يعني احنا منسميها الثلاث اسابيع اللي بدي يتراجع فيها هاي فترة صعبة جدا ومنفضل انه الكل يكون مركز فيها وما يتشتت ما يصرح يعني يكون متزن بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة هو موجود في الحوت رح يظل موجود في الحوت لغاية سبعة اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحمل وبيظل فيه لآخر الشهر في نفس البرج بالنسبة لكوكب المريخ كوكب المريخ موجود في القوس لغاية يوم ستعاش اثنين وبعدين بنتقل لبرج الجديد بدنا نتذكر التاريخ هذا اللي هو ستعاش اثنين مظبوط بتكون تذكره اللي هو نص الشهر بالضبط ما قبله بثلاثة أيام أو خمس أيام وبعده بخمس أيام بتكثر في أحداث العنف بتكثر في التفجيرات بتكثر في المصائب بتكثر في الأحداث الطبيعية فعشان هيك التاريخ هذا بتكونوا حذرين فيه وتسجلوه عندكو يعني في ذاكرتكو عشان تعرفوا أن الفترة هاي فترة سلبية جدا بالنسبة للمشتري موجود في الجدي حركة أمامية زحل موجود برضو في الجدي حركة أمامية أورانوس في الثور حركة أمامية نيبتون في الحوت حركة أمامية وبلوتو في الجدي حركة أمامية طبعا الكواكب احنا ما حكينا تأثيراتها على الأبراج لأنه هسا بس نذكر توقعاتنا للأبراج رح نذكر الكواكب هاي شو رح تعطينا من أشياء خلال هذا الشهر كل برج على حدة في فيديو رح ننتقل هسا للصوت وتسمعوا معي توقعات الشهر وإن شاء الله إنها تكون مفيدة لإلكوا وتستفيدوا منها وتستغلوها مزبوط وتتجنبوا التحذيرات بشكل أوفى لكم كل الاحترام والتقدير نروح على توقعاتنا الشهرية طبعا بالنسبة اللي بيتركز هذا الشهر عليكم هو النشاط الاجتماعي أكثر إشي رح يكون ملفت للانتباه خلال هذا الشهر هو نشاطكو لكثير بعطيكو هذا الشهر انفراج وبوادر تسويات يكون الشيء الملفت هو النشاط الاجتماعي بناء الصدقات الجديدة معارف جديدة ممكن علاقة جديدة ورح تلمس تقدم حسب مجال عملك يعني اللي بيشتغل بمطعم غير عن اللي بيشتغل دكتور غير عن اللي بيشتغل مهندس فكل واحد على حسب مجاله رح يكون في نوع من أنواع التقدم على حسب مجال الشغل اللي هو بيشتغله رح يكون في فرص وحضوض حسب جهودك اللي رح تبذلها خلال هذا الشهر ممكن يصير عندك شكوى من عدم فهم الآخرين لا إلك أو لبعض مطالبك ممكن يكون عندك تعب نتيجة امتحان أو تجربة صعبة كانت بالسابق أو انتهت بالقريب أهم إشي إنك تحاول إنك تستغل الفترة هاي لتحسين سمعتك وطرد الشكوك حاول إنك تثبت للجميع إنك أنت يد المسئولية حاول إنك تثبت للجميع إنك أنت عندك قدرة إنك تعمل إشي مهم ومفيد طبعا وجود المريخ بيحذرك من مشاكل في السفر أو في أمور إلها علاقة بإرث أو تأمين أو قضية قانونية أو قرد مالي الأشخاص اللي عندهم دراسة جامعية بدهم ينتبهوا لامتحاناتهم بدهم ينتبهن هم ما يعملوا مشاكل مع مدرسينهم اللي بيشتغلوا في مجال العمل بدهم يتجنبوا مواجهة المسئولين أو معاندتهم أو إنهم يدخلوا في مشاكل معهم هاي مناطق الخطر اللي رح تتركز خلال هذا الشهر عليكم أما بالنسبة لكوكب الزهرة بيعطي فرص للناس الطموحة اللي حاب تشتغل بشركات كبيرة أو مؤسسات كبيرة إنهم يقدموا على طلبات وممكن إنه يجيهم موافقات وممكن إنهم هم ينتقلوا من مؤسس لمؤسس أكبر رح تكونوا مستفدين كثير عاطفيا وماليا خلال هذا الشهر في منكم ممكن يدخل بإعلاقة عاطفية في منكم ممكن يطور العلاقة العاطفية هاي لما ارتبت الخطبة في أشخاص رح تستفيد ماليا في أشخاص رح تستفيد عاطفيا وماليا بس أهم إشي مش الواحد يظل نايم في البيت يقول لك لا مهي هاي الأشياء رح تجيني سعيد حكى إنها هاي الأشياء رح تجيني لا وانت نايم في البيت ما في إشي رح يجيك المشكلة الأساسية الآن هي اللي رح تعمل تضارب عندك هي حركة عطارد عطارد رح يعطيك شوي فترات بتميلوا فيها لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء وممكن تطلع بفكرة جديدة أو مشروع جديد أو خطة جديدة أو خطة عمل أو رحلة أو مشروع جماعي ولكن إنه بكون من ضمن مجموعة بيزيد اهتمامك بالفترة هاي في الأمور الغيبية الأمور الغيبية حكينا عنها في حلقة أبراجنا اليومية إنه هي إلها علاقة يا في تاريخ يا في أشياء فيها غموض يا إما إنه بتحاول إنك تتعمق في أمر إلها علاقة في الطاقة بالفلك بالأمور اللي إلها علاقة بالتنجيم تبحث عن أي إشي قديم أثري وفي منكو ناس رح تدور على ذهب أما سلبيات عطارد رح يكون في شوي التعطيل عليكو في المؤسسات أو الشركات الكبيرة يعني حكينا الزهرة بيدعمكو في هاي النقطة ولكن عطارد بعطل عليكو في هاي النقطة عشان هيك بتكونوا مستعدين ما تعتمدوا على الحظ أثناء تقديم الطلبات أو أثناء المقابلات بدك توعد وإنتي قد حالك عارف إنتي إيش اللي بدك إياه ما تحاول تلف والدور وتراوغ على إنه أنا ضحكت عليهم أو حكت لهم إشي مش مزبوط فيه خلاص مشت الأمور لأ دك تعرف إن عطارد ممكن هو اللي يكون كاشفك أو يخلي إنك أنت تنكشف في هذه المواضيع فحاول إنك أنت تقدم الصورة الصحيحة عنك وعن مجال عملك وعن خبرتك وبدك تحاول إنك تستغل كل الفترة ما قبل شاء يعني ما قبل تاريخ 19 الشهر لأنه في تاريخ 19 الشهر الشمس بتنتقل بتصير موجودة في الحوت يعني بيت متاعبك بهاي الفترة رح يكون الوضع صعب وخاصة يعني انتقال الشمس رح يعني تعطل كثير من المسائل ورح يكون في عندك فراغ هائل جدا لدرجة أنه أنت ما رح يكون عندك طاقة على إنجاز أي إشي أو بنحكي ما عندك طاقة لإنجاز كثير من الأعمال اللي بتوكل إلك وبدك تنتبه لوضعك الصحي والمالي والمعنوي بهاي الفترة اللي هي من 19 الشهر لنهاية الشهر بتمنى إنك يا مولود برج الحمل إنك تكون انتباهت لك كل إشي أنا حكيته ما تيجي تقولي أنت حكيت كل إشي مش كويس وتركز مش كويس وتنسى الإشي الكويس أو الإشي المنيح اللي أنا حكيت لك يا في التوقعات ما تقولي أني أنا أحبطتك أو خوفتك أنا حذرتك عشان أنت تكون منتبه لكو كل الاحترام والتقدير وبتمنى إنه الإشي المنيح يصير معكو والإشي اللي مش منيح ربنا يصرفه عنكو وفي النهاية الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء